السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا ربي دايما تقولوا بخير بشكركم جدا على حسن متابعتكم ليا بشكركم انتم على راسي من فوق كل المتابعين المحترمين على راسي من فوق في خبر مؤسف عن الفنانة يسرة ورد غريب ومستفز من اناس الضغيدي بعد تخطيها ازمتها ومحنتها وبعد تعافيها من كورونا هنعرف كل التفاصيل بس قبل ده كله صلوا على الحبيب المصطفى عليها افضل الصلاة والسلام ويلا نبدأ بسم الله اعلن مستشار الرئيس السيسي للشؤون الصحية بان حالة الفنانة يسرة وزوجها خالد سليم مستقرة الى حد ما ولكن يوجد الفيروس لسه مازال موجود في جسمها وهي حالتها مش يعني لسه موجود الفيروس فبالتالي هي لسه تعبانة ولكن لا تستدعي دخولها المستشفى مرة اخرى وقال كمان انها في مرحلة تعافيها تأخرت جدا في مرحلة المعافاة لانها كانت مصابة وهي صغيرة بالربو الانزيم وطبعا كلكم ربنا يعافينا ويعفيكم ده بيأثر جدا على موضوع النفس وعلى موضوع التنفس فهو عمله كمان نتيجة عملت ثلاث مسحات وللأسف النتيجة التالتة المسحة التالتة طلعت ايجابية ولسه مازالت حاملة للفيروس ولكن زوجها خالد سليم الى حد ما بقى يستحسن يعني بقى احسن شوية من الفترة اللي قبل كده واعلن كمان ان في ناس كتيرة هتاخد اللقاح بتاع الفيروس هيكون من ضمنهم من ناس الكبيرة في السن وكمان واقل الابراشي الاعلام واقل الابراشي قال كمان ان هو نتيجته طلعت للأسف ايجابية وهيفضل في المستشفى كمان خمس ايام عشان بس لحد ما اعملوا كمان هيعملوا كمان مسحة لي ولما يشوفوا نتيجتها بالتالي هيكرر هيطلع من المستشفى قبل لكنه مازال داخل المستشفى لانه عنده مشاكل شوية صحية في التنفس وكل يوم بالليل بيتحط على جهاز تنفس صناعي بالليل فقط نيجي بقى المخرجة ايناس الدغيدي المخرجة ايناس الدغيدي احنا كلنا عارفين ازمتها مع كورونا وقد ايه كانت تعبنة جدا واخبار كتير قالت انها خلاص هتموت اللي طبعا لكنها بعد لما خفت وبعد الاغماء عليها لتلات مرات وقوحة في الحمام لمرتين وده من اعتراف معها مع الاعلام خير رمضان طلعت وقالت انا الحمد لله بقيت كويسة وعندي رسالة لكل واحد شمت فيها انا رجع لكم ورجع لكم بقوة وشكرت الناس اللي كانت بتسأل عليها ولكنها قالت كل الناس اللي شمتان فيها انا لسه جاية وقوتي هترجع اكتر من الاول طبعا مفيش حاجة اسمع حد شمت فيها لان المرض مفخوش شماتة ايا كان اه هي ليها اقويل ولها حاجات بتعملها ما حدش بيحبها ابدا وانا من الناس اللي بتايما بتعترض عليها ولكن في المرض وفي الموت دي حاجة بتاعت ربنا كلنا لو حد كان شمتان كان كل واحد قصده ان ربنا يجعل لها توبة قبل الموت او ربنا يغفر لها او يسمحها او حتى لما كانت قامت من محنتها اللي هي فيها ديها بتاعت كورونا كانت قامت ورجعت تقول حاجة واحدة بس بشكركم ربنا اواني وداني فرصة جديدة علشان يغفرلي فيها انا هستغل الفرصة دي بكل جوارحي وتوب عن اي حاجة كنت بعملها لكنها طلع وبتعاني التاني بعد المرض وبتقول لا انا هرجع اقوى من الاول واستنوا مني افلامي ومسلسلاتي اللي هتبقى اقوى اقوى من قبل كده وكلكم طبعا عارفين افلامها ومسلسلاتها فاحنا بنقول ربنا يهديها ويهدوهم جميعا ويعفينا ويعفيكم قادر كريم ويبعد عننا المرض والوباء اللي احنا فيه بشكركم جدا كل متابعين المحترمين اللي على راسي من فوق شكرا جدا على حسن متابعاتكم ليا انتم تاج على راسي بتشرف بوجودكم استنوا مني كل جديد باذن الله بشكركم جدا جدا مع الف سلامة سلام عليكم اشتركوا في القناة